اشتركوا في القناة واصيكم كما اصيكم في كل لقاء ان لا تتركوا الصلاة على رسولكم عليه الصلاة والسلام كلما سمعتم اسمه صلى الله عليه وآله وسلم ايها الاحبة الكرام نحن نتحدث عن رسولنا وعن امامنا وعن نبينا وعن قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم رسول العلا والفضل والخير والهدى لكل سطور المجد اسمك مبتدى ولي في معانيك الحسان تأمل سمعت به قلبي يقول محمد صلى الله على محمد وآله واصحابي اجمعين اليوم ايها الاحبة اهديكم هذه المقطوعة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهديكم هذه الليلة حياة النبي سنعيش الليلة في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سنعيش معه سنعيش عليه الصلاة والسلام مع زوجاته سنعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام الزوج هذه جزء من سيرة النبي ومرحلة جدا 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 مهمة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم كم عندنا وأسألكم بالله من المشكلات الزوجية وكم عندنا أيضا من المشاكل بين الأزواج والأسرية كم عندنا من الأشد والارتخاء والمد والجزر في البيوت بين الأزواج وبين الأنساب وبين الأصهار كل هذا سنأتيه بإذن الله سبحانه وتعالى نعالجه عن طريق هذه السيرة النبوية وعن طريق زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته الكريمات متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن هن زوجاته وما هي الأسباب وش السبب أن الرسول تزوج بأكثر من أربع أليس السنة أن يتزوج أهل أمة هذه الأمة المحمدية يتزوج الرجل منهم أربع نساء لماذا النبي تزوج أكثر عليه الصلاة والسلام من هذا العدد أنا أقول اليوم للأم وللزوجة حن بالعربي كما يقال بالعمق نحن بكي الأمة بدون المرأة لا شيء الأرض كلها الإنسانية بدون المرأة أقولها بكل صلاحة لا شيء ولذلك المرأة سيأتي دورها في كل مجال من مجالات الحياة بل هو هذا دورها يعني منذ أن خلق آدم وإلى أن تقوم الساعة والمرأة لها الدور البارز في الحياة كلها وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعتنى الإسلام واعتنى هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة بالعربي أقول للمرأة نحن في وسط هذا الزمن وفي ظل هذه الظروف وفي هذه المرحلة أنت المرأة الزوجة الأم الأخت المربية أيا كانت والله العظيم بيدها إصلاح كثير نعم بيدك إصلاح أقول بيد المرأة الشيء الكثير والشيء الكبير بعد الله في إصلاح المجتمع بالعربي لو فيه عندنا أمل والأمل موجود إلى عودة عزة الإسلام ومجد المسلمين وقيام تاريخ المسلمين أنا أقول هو مرتبط بالمرأة لا تظن المرأة أن ملها دور في مجد الأمة ولا في نهضتها بل هي لها الدور الأساسي والله هذا الكلام حق ليس دغدغ هلال المشاعر ولا ضحك كما يقال على من يستمع من الأخوات الفاضلات ولا من غيرها بالمناسبة هذا الكلام هو بخاص للحريم ولا بخاص للنساء هو خاص للأمة إذا كنت أنا أقول بأن المرأة جزء من الأمة والمرأة تؤثر في تاريخ الأمة كما أثرت وستؤثر مستقبلا فبالتالي ينبغي أن يقال بأن الحديث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم يعنى به الرجل ويعنى به المرأة ويعنى به الأبناء ويعنى به المربون وتعنى بها الأمة وقد قيل قديما ويقال وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة الزوج إذا كان عظيما فامرأته عظيمة والولد إذا كان عظيما فأمه عظيمة وهذا هو الحقيق الذي يجب أن يقال الحق الذي يجب أن يقال أن المرأة لها دور في الإسلام وفي هذه الأمة عظيم يا جماعة إذا كان أول من سجد بعد رسول الله لله من امرأة أول من آمن بالله بعد رسول الله من امرأة أول من أدى الفرائض بعد رسول الله امرأة أول من بشر بالجنة أول من بشر بالجنة من أمة محمد امرأة بل أول شهيدة في الإسلام امرأة بل إن الله في القرآن يعني تخيل لما يضرب الله مثل لو قلنا المثل الخاص بالنساء كان يكون عندنا تلقي بأن سيكون المرأة أول من يضرب فيها المثل لكن الله ضرب للمؤمنين للذكور والرجال والنساء ضرب مثلا بامرأة وضرب الله مثلا للذين آمنوا من قال الله امرأة فرعون امرأ يا جماعة ضرب الله مثل لي أنا كرجل ولك أنتي ولكل المؤمنين بل إن الله سبحانه وتعالى جعل المثل الثاني في نفس السورة في أواخر سورة التحريم قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها امرأة فرعون وامرأة عمران ضربا مثلا للمؤمنين وللمؤمنات إذا من يقول بأن المرأة ليس لها حق وليس لها مكان في الإسلام والمثل الثاني قلت لكم مريم ابنة عمران امرأة معقول يا جماعة المثل للمؤمنين للرجال نساء طيب ليه ليش اسأل لي نفسك حتى الرجل اللي يسمع الكلام الآن اسأل نفسك ليش المرأة ضرب بها مثل لأنها أصل يا أختي أنت أصل في البيت بل أصل في الأمة الأم أصل والزوجة أصل المربية التي تربي العيال في البيت أصل في الدين إذا أنت تربين الجيل القادم إحنا نعتمد بعد الله عليك الأجيال والأبناء اللي حولنا في بيوتنا نعتمد بعد الله على المرأة في تربيتها أنت قادرة على أن تصنع لنا صلاح الدين الثاني وعمر بن عبد العزيز وفاطمة أخرى أو أنك لا قدر لا تفرطين فيصنع لنا يصنع لنا الشارع والإعلام يصنع لنا مروجا للمخدرات ويصنع لنا مجرما وعالى عليك أنت ابتداءا كأمة وعلى الأمة جمعاء لأن المرأة إذا تركت أصل بيتها في تربية أبنائها وتعليمهم وإرضاعهم مع الحليب المرأة الآن لتراني ومعها طفل ترضعه أقول أرضعيه بالله عليك معلبا الحليب الذي ترضعينه أرضعيه التربية الجادة أرضعيه الفكر العميق لهذا الدين أرضعيه حب محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نحتاجه حديثنا اليوم جزئية من جزئيات حياة النبي في زواجه صلى الله عليه وسلم أملنا أن نقول للمرأة نعم نتكلم عن زوجات الرسول ونقف مع زوجات النبي ونقف مع المرأة عموما لأن حقبة ومرحلة من تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام يجب أن تبث ويجب أن تنشر بين الناس ولا يمكن أن نمر على السيرة ولا نمر على هذه طبعا أنا ما قدرت الحقيقة أني أتي بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام لكل زوجة حسب تسلسل التاريخ نظرا لأني ما تقيت بالتاريخ في طرحي للسيرة فسأتكلم في لقائين لقاء اليوم أبتكلم عن كيف تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ليس الرسول تزوج أكثر من أربع وعلاقة الرسول بزوجاته ونرد على بعض المستشرقين اللقاء القادم الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أبتكلم عن حفصة وعن عائشة رضي الله عنهن وعن زينب بن تجحش وعن جميع زوجات النبي كل واحدة كيف تزوجها الرسول وكيف بدأ الزواج بها وعلاقتها فيما تعنى بالسيرة لا نتكلم عن الصحابية بذاتها نتكلم عن العلاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام نبغى نقول للناس قوموا تعلموا كيف كانت تبغون حب حقيقي تبغون سعادة زوجية تبغون بيت يعيش على قوة وعلى تربية وعلى ارتياح أقسم بجلال الله من لم يعرف حياة زوجات النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي رباهن النبي على الإيمان رباهن النبي عليه الصلاة والسلام على يده رباهن النبي عليه الصلاة والسلام على مبدأ الوحي وعلى الكتاب وعلى سنته صلى الله عليه وسلم نقول لأختي والكريمة لا تتشبهين كم من بناتنا اليوم تتشبه للأسف بمطربة ومغنية وربما تشبهت بشهيرة ليس لها ربما من حظ الإسلام شيء وإن كانت مسلمة ليس لها من حظ العفة والستر والطهر شيء أيضا يجب على المسلم والمسلمة كذلك أن تفهم أن الحديث عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام باختصاب تبغون تعرفون دقائق حياة النبي لن تعرف إلا عن طريق بيته كل عظيم وكل إنسان له خصوصيات وله دقائق لا يمكن يعرفها في الغالب أحد إلا أهل بيته في خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم الرسول ما عندها أسرار وحياته مكشوفة صفحة بيضاء لكن فيه أمور لا يمكن أن تنقل لنا إلا عن طريق أهل بيته عن طريق زوجاته النبي ليس في حياته لا غموغ ولا التباس ولا تخفي كلها ظاهرة جيبوا لي عظيم من عظماء الدنيا بل جيبوا لي إنسان عادي أقولكم شيء ثاني أنا وأنت عندنا أشياء عن أنفسنا ما نعرفها يمكن أنا أتصرف في بيتي مع عيالي ولا مع زوجتي ولا مع أقاربي ثم أفاجأ بعد سنتين ثلاث أو بعد مدة يقول لي أحد عيالي تراك أنت يا بوي سويت كذا قبل سنة أو سنتين يمكن أنا أكون ناسي أو ربما أشك في نسبتها لي لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كل حياته مكشوفة كل علاقة صلى الله عليه وسلم ليش لأن خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالة خاتم الرسالات ولذلك تفاصيل الحياة تحكى لنا من داخل البيت عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم شفتوا إنسان يعرف كل واحد عنه العدو والصديق والرجل والمرأة والكبير والصغير والقريب والبعيد حياته كاملة مثل حبيبكم صلى الله عليه وسلم في داخل البيت علمونا زوجاته كيف كان يغتسل بعد الجنابة من داخل البيت عرفنا دعاء الجماع ومباشرة الزوجة من داخل البيت عرفنا النبي كيف يتعامل مع زوجته وهي حايض وكيف يتعامل معه وهي نفساء عرفنا كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت ولذلك جاءت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أذن الله لزوجاته وأذن لنا أن نحدث عن نبينا بكل ما جاء في قيامه في قعودي في فراشه في دخوله إلى الخلاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه عليه الصلاة والسلام بل في منامه حتى في الرؤى التي كان يراها يقوم صلى الله عليه وسلم ويحدث الناس عليه الصلاة والسلام بها نتحدث عن زوجاته هذا هدف مهم يا جماعة أنا هنا مني بسرد حكايات ولا قصص أطفال ولا كما يقال حتى تهتاد أنا هنا أتحدث عن سيرة أنا هنا أروي قصص حقيقية واقع أنا أريد أن أقول للأمة نريد بهذه القصص أن نحيي قيم أن نحيي أمة أن نسقط إسقطات في بيوتنا نقول هذه حقيقة نقف اليوم نوظف القصة نوظف الزواج نوظف سيرة رسولنا كلها نوظفها في خدمة التوحيد في نشر السنة في تعليم أبنائنا كم نسب الطلاق عندنا اليوم بعض عيان يتزوجون والله أعرف نسب طلاق أو أعرف عينات من الناس طلق زوجته بعد شهرين وأقل من ذلك شباب صغار ما بينهم مشكلة كبيرة لكن لأنه لا يعرف حقيقة الحياة الزوجية نريد أن يكون للنساء أيضا قدوة من ناحيتين نقول له هذا رسولك قدوة لك أنت وقدوة للزوج ونقول لك أيضا تعالي تعالي ليش تتحدثين عن فلانا وعلانا من المغنيات أو الممثلات أو غيرهم تعالي يا حبيبة القلب يا حبيبة القلب إلى الأهل والأزواج تعالي اسمعي عندنا قصة وعندنا قدوة واضحة من زوجات النبي اقتدي بخديجة اقتدي بعائشة اقتدي بسودة اقتدي بزينب اقتدي بميمونة اقتدي بزوجات النبي حفصة وغيرهم أم سلمة هؤلاء اللواتي تقتدين بهن الأمر الثالث ليش أنا بذكر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لأن عندنا السعادة الزوجية اليوم بين ثلاثة أمور اما السعادة الزوجية الغير موجودة يعني كنز مفقوط والله اني يعرف الآن يشاهدوني بيوت ما يعرفون السعادة تزوج هو حرمته يعرف انها أنثى وتعرف انها ذكر ويعرف انها فلانة بنت فلان وتعرف انها فلان ولد فلان لكن ما تعرف عنه أي شيء غير ذلك وليس في علاقة يا جماعة هذا نوع من الناس فاقدين هذا الكنز هي السعادة الحقيقية وفي نوع يخبطون يحاولون يبحثون عن الكنز لكن يبحثون عنه في طريق آخر يعني يريدون السعادة لكن ما ممسكوا الطريق الصح ما وقعوا على جادة الطريقة التي تقود من السعادة الحقيقية وفي نوع ثالث لا في العير ولا في النفير لا يبحث عن السعادة ولا يفكر في شيء اسمه سعادة زوجية يعيشها مع زوجته السعادة الزوجية في كثير للأسف أقولها في كثير من بيوتات المسلمين غائبة غير حاضرة مفقودة بعض الزوج والأزواج ينامون على سرير واحد على فراش واحد لكن هو في قرية وهي في قرية كل منهم في جزيرة كل منهم في بلد هو لها اهتمامات ولها تفكير ولها وقت نوم ولها طريقة طعامة وهي كذلك وهذا خطأ يا جماعة ولذلك ما قامت بيوتنا فيه نفرة في البيوت فيه ضياع للأبناء فيه مشاكل اطقاقه وطلاقه وشيل وحط المحاكم تعج وتبكي وتصيح الأمهات والبيوت والمصلحين من بعض الأسر والغريب أحيانا المشاكل ما تكون في البيت تطلع من الغرفة للصالة من الشقة من الفلة من العمارة من الحي من المنطقة إلى منطقة وحيانا تنتشر بالسنابات وغيرها من الوسائل الاجتماعية والشكوى للأم والأخت والخالة والعمة والجارة فيعلم كل أحد بل حتى الخدم في البيت أحيانا السائقين والخدامات يعرفون مشاكل الأزواج والأبناء مساكين مثل الأيتام والله بعض البيوت فيها أبناء لكن يعيشون كالأيتام آباؤهم أحياء لكنهم أيتام في بيوت مساكين يعيشونها الأبناء في سجون سجون الهم سجون القلق يصبحون على بكاء وعلى صراخ وضجيج ويبيتون على مثل ذلك بالله عليكم هذه بيوت هل هذه السعادة الحقيقية والكنز الذي يبحث عنه الزوج الذي يريد السعادة نبغى نشوف حنا واقع حب سعادة حقيقية نبغى نشوف سعادة ممكن تتنفذ أنا ما أبغى تقرأ لي في روايات حب وهمية وخيالات ولا التابعين مسلسل تركي وتنظرين إلى حلقات طويلة وبتجلسين تصدقين هالقضية ممكن تنفذ الحقيقة والحب الحقيقي والسعادة الحقيقية ممكن تتطبق وتنفذ في بيتك أقسم بالله ولا أبالغ إذا عرفت كيف تزوج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كيف عاش رعالق وكانت علاقة بخديجة وبعائشة وبزوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن تكتمل السعادة إذا كان بين الزوج وبين زوج تجسر بل والله يا جماعة سمى الرجل ثوب لباس لها هن لباس لكم وأنتم لباس لهم من المقاربة من القرب يعني قرب الزوج لزوج تمثل الثوب هذا على الجسد والعكس صحيح أنت الذي تغطيها وتسترها وتلتسق بها والعكس صحيح يا جماعة الله سماها مودة وسكن ومن آياتي انخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة والرحمة وينها اليوم أين المودة والرحمة كيف تستقر الحياة الزوجية كيف تكون العلاقة كبيرة شفتوا الموضوع مهم كيف إذن الحديث عن سيرة الرسول في زواجه مهم جدا نعم نريد أن نؤصل أنا هنا ما تكلم عن كلام عام قلت لكم ولا يبسوالف يا جماعة حياة الرسول إذا بغيت تتحدث عن العلم تجد عن الفكر تجد عن الأخلاق تجد عن السلوك تجد عن الاجتماع تجد عن السياسة تجد عن البيان تجد عن اللغة تجد عن الأدب تجد في كل مجال من مجالات الحياة والدين والدنيا ستجد ذلك في حياة النبي غنية مليئة صلوات الله وسلامه عليه زواج النبي عليه الصلاة والسلام طيب ليش ندرس زواج النبي زواج النبي صلى الله عليه وسلم نذكر زوجاته ونقول إن الحياة الزوجية تكون في دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نتحدث عن حياة النبي قلت أول شيء نريد قدوة نبغى حرمة تجد لها قدوة قدوتك اثنين أولا محمد بن عبد الله فهو القدوة لنا جميعا اثنين نقتدي أيضا بزوجات النبي اجعليها قدوة لكي ثلاثة نبغى نبحث عن السعادة المفقودة في بيوتنا خاصة بين الأزواج أربعة أنا أتكلمها الكلام موجه لكم كلكم أكلم أمي الكبير اللي تتراني الآن وأكلم أبي الوقور الذي شاب رأسه أكلم أطفالي اللي يجلسون عبر الشاشات ويشاهدونني أكلم أخواتي وبناتي وإخواني تدروا اللي إيش لأنهم أمهات المؤمنين أمنا يا جماعة عائشة أمك خديجة أمك حفصة أمي ومك زينب أمنا بالله عليكم بسألكم سؤال أنتم مستشعرين ودي أرجوكم بطلبكم طلب تكفى أنكم تشاهدون الآن الحديث هذا وأنتم تستشعرون يتكلم عن أمك عن أمهاتنا عن أمي أمك يا جماعة لو أحد تكلم عن أمك الآن من كانت من أمهاتنا قد ماتت في الغالب تجدنا نتحدث مع عياننا ومع ابنائنا نقول جدتك كانت وأمي كانت تفعل وكانت صفاته وكذا وهذا حق لنا وندعو للممات من أبائنا أمهاتنا بالرحمات ونسأل الله أن يطيل أعمار الأحياء منهم ونعينهم على طاعته ويرزقنا برهم أيضا ورضاهم يا أخي الكريم أنت تكلم عن أمك للموضوع يا جماعة أمك 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 أمهات المؤمنين أمهاتنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا يا جماعة فكروا أن سود أمك وأن حفص أمك تخيل أنتم عارفين إيش معنى أمك هذا مو كلامي أنا هذا كلام رب العالمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وإيش أمهاتهم أزواجك يا رسول الله أزواج محمد بن عبد الله أمي وأمك أمهاتنا نقبل أيديهن ورؤوسهن نقبل رأس عائشة وخديجة وحفصة وجميع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان بعض الصحابة بل يدخل الصحابة ينادي عائشة يقولها يا أمه تخيلوا عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة أخوها لأنها أم المؤمنين يدخل عائشة يقول يا أمي يا أمه يا أم المؤمنين يناديها أمي عمر بن الخطاب ينادي حفصة يا أمي وهي بنته لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم للمؤمنين أمي وأمك إذا أدركنا هذه القضية أدركنا قيمة معنى هذه الأمومة أمنا جميعا ننادي أمهات المؤمنين أحد حاسب كذا ولا لا أنتم حاسبين بأنها أمك أبسألكم أنتم عارفين أسامي الأمهات ولا لا والله يا نائم مادري أنا ودي أسأل ودي أنكم خلف الشاشات الآن أنا يمكن عندي هنا واحد فقط في الاستوديو لكن أبسألكم أنتم أسأل أفسك الآن أسألوا عيالكم أنتم الآن جالسين تشاهدون من يعرف منكم أسماء زوجات النبي يلا أعطيكم من ثواني كم عدد زوجات الرسل أو شيء هذا السؤال مهم أنا أجزبني فيه تخبيص الآن اللي يقول عشر خمسة عشر احد عشر تسع ولا لا وممكن نبدأ نقول أسماء يلا من يعدد لي أنا أتحد أحد يعد أكثر من ثلاثة أربع زوجات من زوجات النبي إلا ما رحم الله طبعا هذا مو شيء صح خطأ أنك يا أخي أمك أمك التي أنجبتك تخيل أنك ما تعرف عنها شيء أمك التي أنت جئت من رحمها وأنجبتك لو جاء أحد يسولف عن أمك كنت ما تعرفها وش تقول وش تسميه هذا تسميه جحود عقوق وش تسميه إذا كانك ما تعرف اسم أمهاتك أمهات المؤمنين ولا تعرف عنها شيء والله شيء يوجع أنا أراه شيء مؤلم شيء يوجع القلب حقيقة أنك ترى مسلمين في وقت لو تسألها عن دوري أوروبي أو تسأل أما ودي أذكر أسماء مغني أو لاعب يعرف بكم تم التوقيع عقد مع اللاعب الفلاني في النادي الفلاني والدوري الفلاني من اللي فاز فيه ويعرف أسماء يعني أندية أوروبية وإنجليزية ويعرف ويتابع شيء كثيرة بل تجده يعرف تفاصيل حياة ممثلين ومطربين ومغنين ومغنيات ويتابع أحوالهم يوميا عن طريق الآن بعد الوسائل الجديدة في التواصل الاجتماعي ومن كان معه ومن التقى به وسكن بأي فندق وهذه المعلومات أصبحت هي ثقافة للأسف الشديد كثير من أبنائنا يا جماعة يا جماعة أفيقوا أفيقوا إذا كنتم تريدون العزة والنصر والتمكين لأن القضية ليست قضية بعض الناس تقول له تعرف شيء عن أمهات المؤمنين قال والله ما عندي ثقافة عامة يا حبيبي من قالك هذه ثقافة عامة هذا دين حنا ما نقول تعلم مسابقات واحد زياد واحد زياد واثنين هذا جزء من دينك هذا يجب أن تكون ثقافة حضارة أمه يجب أن نؤسس محمد رسول الله حنا وش نقول من أكثر من ثلاثة شهور نتكلم نقول اليوم الإعلام الفاسد حاول يظهر نجوما ليسوا بنجوم وحاول يبرز أشخاص لا يستحقون الإبراز وحاول يوهم للأسف الشديد عشرات بل مئات بل أكثر من ذلك من أبنائنا وجيلنا ممن يظن أن هؤلاء الذين يرمزونهم هم بأنهم نجوم أنهم نجوم القدوات بينما القدوة الحقيقية رسولك عليه الصلاة والسلام قلوها أرجوكم علموها ابنائنا علموها بناتنا حفظوهم إياها مع أسمائهم ليش نحرص عليهم يذهبون الصباح في المدارس وليتأخرون ويحل واجباته ويسمع ويحفظ هذا صح لكن أيضا مع ذلك علموه من هذه قضية الدين ثم لما نقول أمي عائشة أمي حفصة أمي خديجة أمي زينب أمي ميمونة هؤلاء النساء لما تقول أمي معناتها العاطفة يا جماعة كلمة أم غالية الناس يحتفلون بدعة بكما يقولون بعيد الأم نحن لا نحتاج عياد لأمهاتنا نحن نحتفل بأمهاتنا كل يوم نحن نبر أمهاتنا في كل لحظة نحن نرفع أمهاتنا على رؤوسنا برا وإجلادا وتقديرا حية وميتا أمة الإسلام ما تحتاج والذي لا يعرف أصوله وأمهاتها الكبيرات اللواتي لهن حق والله ينقول خطأ خلونا يا جماعة أرجوكم رجاء بالله يلي عمرك 25 سنة و30 و40 بالله عليك ما تعرف أمك بالله ما تعرف أمهاتك يا جماعة كيف عايش 40 سنة تخيل أنك عايش 40 سنة ما تدلي ونمك اللي أنجبتك بعضنا عايش عمره 40 30 50 حرمة ولا رجال ما يعرف عن حفصة شيء ما يعرف من هي ميمونة ما يعرف من هي مسلمة ما يعرف زوجات رسول النبي نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ كبير ومن جميل ما لابد أن يذكر في السيرة يا جماعة قلتها لكم في بدايات السيرة في زد رصيدك أقولها اليوم يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما طالعت سيرته سيرة تدعوك إلى محبته وتدفعك إلى اتباعه احمد الله على النبي الكريم هذا من خصائصه أنك كل ما تحدثت عنه وكل ما جلست تبحث في سيرة كل ما حبيته بل والله حتى شكله وأن تصف شكله المستدير الجميل وشعره وتصف ملبسه وطيبه ورائحته الزكية عليه الصلاة والسلام وتصف مشيته وتصف أخلاقه وتصف سيرته وأن تتحدث عن تشعر بحب وتشعر بأنك تتمنى أن تراه اليوم وتقبل قدميه عليه الصلاة والسلام ولذلك نحن نتحدث نحن لا نتحدث اليوم كما قلت وأكرر تضيع كلام وتضيع عوقات لا والله والله نتحدث بكل أمانة وبالمناسبة هذا الكلام اللي نقوله أحد مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله طيب سؤالي تعالوا نشوف زوجات النبي إحنا ما يحتاج طبعا نرد على الشبهات شبهات المستشرقين اللي قالوا الرسول ليش تزوج أو شيء كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال سألتكم ياها وأبغاكم تجاوبون زوجات النبي كم تسع عشر أنا جالس كأني معكم لأن كانكم لأن تشاورون 11 ولا 12 أنا أسأل بعض الفضل أمس أقول لكم زوجات النبي منهم قال 16 من قال 13 يمكن لو جينا عند الأسماء اللي فيها خلاف ناخذ ونعطي زوجات النبي 11 والله أعلم فيما يعني فيه نوع أو هذا هو الصحيح أنهن 11 زوجات النبي 11 زوجة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دعونا نذكر لكم أسماء زوجات النبي وسجلوها تكفى واحفظوها وعلموها عيالكم وجميل نحن نشوف اليوم في بيوتنا الحمد لله من يسمي خديجة وفاطمة وعائشة ويسمي عدد وخاصة في العالم في المغرب العربي كثير ما يسمون بأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيكم اليوم بالترتيب زوجات النبي عليه الصلاة طبعا فيه خلاف فهل مارية القبطية هي زوجته أم إبراهيم أم أنها ملك يمين لكن الصحيح أنها ملك يمين هي رضي الله عنها وريحانة بنت عمرو هن ملك يمين للنبي عليه الصلاة والسلام وأما غيرهم فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أول زوجة معروفة طبعا أمنا رضي الله عنها خديجة بنت خويلد تزوجها النبي سنة 28 قبل الهجرة وتوفيت سنة ثلاثة قبل الهجرة أيضا ثانيا تزوج النبي من سجلوا سودة بنت زمعة وهذه تزوجها النبي سنة ثلاثة قبل الهجرة يعني سنة عشرة من النبوة وتوفيت سنة كم أربع وخمسين هجرية سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي تزوجها بعد وبيجي الحديث عن كل وحدة عايشة بن تبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تزوجها النبي سنة واحد قبل الهجرة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال ثم دخل عليها فيه وعمرها طبعا ست عقد عليه يعني بنا بها عقدا ثم دخل بها وعمرها تسع سنوات رضي الله عنها وتوفيت سنة ثمانية وخمسين هجرية حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وعن ابيها الفاروق تزوجها النبي سنة ثلاثة من الهجرة وتوفيت سنة واحد واربعين من الهجرة او خمسة واربعين زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها تزوجها النبي سنة ثلاثة من الهجرة ماتت عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا تزوجها الرسول في السنة الثالثة وماتت السنة الثالثة ماتت بعد زواجها من النبي شهرين هي من الزوجات اللي يعني النبي من زوجات اللي متنى وهو حي خديجة وهذه الزوجة رضي الله عنها وارضاها زينب بنته خزيمة بقيت مع النبي شهرين ثم توفيت رضي الله عنها ام سلمة هنت بنت ابي امية تزوجها النبي السنة الرابعة من الهجرة ويا اخر من مات على صح الاقوال من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفيت سنة 62 من الهجرة عاشت مدة طويلة ثم بعد ذلك زينب بنت جحش السابعة تزوجها النبي في السنة الخامسة من الهجرة ثم توفيت رضي الله عنها سنة 21 من هجرة النبي هي التي نزل فيها قور الله فلما قضى زيد منها وطران زوجناكها وجويريا بنت الحارث تزوجها النبي السنة الخامسة من الهجرة وتوفيت سنة 56 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انا اذكرها بالترتيب بترتيب زواج النبي ام حبيبة رملة بن تبي سفيان تزوجها النبي سنة 7 من الهجرة وتوفيت سنة 44 من الهجرة ايضا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت بالحبشة لما توفي عنها زوجها ثم تزوجها الرسول واللي دفع مهرها منه النجاشي وعقد عليها هناك النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة ثم بعثت للرسول عليه الصلاة والسلام ودفع النجاشي 400 دينار مهرها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم صفية بنت حيي ابن اخطب وهو سيد بني النظير من ولد هارون اخو ولد هارون بن عمران اخو موسى عليهم السلام جميعا طبعا تزوجها النبي سنة 7 من الهجرة وتوفيت سنة 50 من الهجرة ثم ايضا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي في السنة السابعة من الهجرة في عمرة بعد عمرة القضاء وتوفيت سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اخر زوجات النبي ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة وتوفيت سنة 51 من الهجرة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم طبعا مارية القبطية ليست زوجة هي ملك يمين على صح الاقوال ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وتوفيت رضي الله عنها وارضاها في السنة السادسة عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليم كثيرة عرفنا زوجات الرسول 11 زوجة سنتين منهم ماتوا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وتسع مات النبي وهن احياء طبعا القراشيات منهن ست خديجة وسودة وعائشة وصفية حفص عفوا وام سلمة وام حبيبة بنت ابي سفيان والعربيات غير القراشيات اربع وهن زينب بنت جحش وجويريا بنت الحارث وزينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث وواحدة منهن غير عربية وهي طبعا صفية بنت حيي ابن اخطب هي من بني اسرائيل يهودية واما ملك اليمين فهي مارية القبطية كانت من مصر نصرانية شوفوا هذا التمازج وهذا سيأتي الحديث عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي توفي من زوجاته خديجة رضي الله عنها كما قلنا وزينب بنت خزيمة وبقي تسع نساء توفي النبي وهن احياء عليه الصلاة والسلام طبعا فيه عدد من النساء عقد عليهن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بهن ومنهن من خطبها النبي ومنهن من وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في مثل هذا الكلام في اسباب الفراق اختلافا كثيرا مما اقول انا من ناحية علمية يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة من اولئك لازم نعرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهم اكتبوا اسمائهم تعرفوا على زوجات نبيكم تعرفوا على امهاتكم اسألوا انفسكم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حطوا جائزة لعيالكم يا جماعة علموهم كم عدد زوجات النبي ليش الرسول تزوج 11 لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 ليش النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا الا واحدة وهي عائشة رضي الله عنها وارضاها وين اللي يقولون المستشرقين اليوم ان محمد عليه الصلاة والسلام وننزه نبينا من هذا الكلام ان نتزوج هذا العدد رغبة في الشهوة هذا كلام هذا كلام ليس بالمنطق ولا بالعقل وانا ابغى ارد هنا الان ليس بالحماس ابغى ارد بالمنطق وبالدليل وابغى ارد كذلك بالعقل لو جينا ننظر بالترتيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اول من تزوج خديجة وباذكر لكم الان خمسة مراحل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم تفطل مثل هذا الكلام اللي جالسين يقولون بان محمد تزوج حتى فيه من الرافضة وغيرهم ممن يقول باننا يجوز ان نتزوج تسع ويحسبونها في كلامهم بهالطريقة يقولون مثنى وثلاث وربع مثنى فانكحوا ما طاب لكم للنساء مثنى وثلاث هذولي خمس وربع تسع وهذا كلام باطل النبي له خصوصية لا تكون لغيره عليه الصلاة والسلام مثل خصوصيته في ان يصل احيانا الصيام عليه الصلاة والسلام ليش ما نقول تعال صل انت الصيام نقول لا هو الرسول يقول انما ابيت يطعمني ربي ويسقيني انا وانت ما حنى مثل النبي عليه الصلاة والسلام حتى في خصوصية زواجه صلى الله عليه وسلم تلاحظون تزوج عربيات وغير عربيات وحدة يهودية طبعا اسلمت صفية بنت حيي وكذلك مارية القبطية على اعتبار انه دخل بها وجاء منها بولد وهي ملك يمين نصرانية رضي الله عنها وارضاها وتزوج عربيات وغير عربيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك حكمة ستأتي ان شاء الله تعالى كل زوجة من زوجات النبي في حكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم العابثون هذولي المستشرقين وغيرهم نقول لهم كفوا كفوا عن هذا الهراء وعن هذا الكلام نقول كل زوجة من زوجات الرسول ونساء النبي الكريمات والامهات الفاضلات في حكمة عظيمة ومقصد جليل ذكرها بعض اهل العلم يعني في زواج النبي منها ممن ذكرها الحافظ ابن حجر وذكرها رحمه الله تعالى في فتح الباري في عشرة امور ذكر منها في تأليف بين القبائل ذكر منها في احكام الشريعة ذكر منها حتى يشاهد الناس احواله في الباطن حتى لا حتى تنفى عنه التهم ساحر شاعر كاهن مجنون لان الزوجة التي في بيته ستنقل لأولئك الذين يتهمون النبي الذي الواقع الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا الرسول في خمسة مراحل خمسة مراحل في زواجه معليش الحلقة قد تكون ثقيلها شوي لكنها تمهيد للحلقة الجاية خمسة مراحل في زواج النبي عليه الصلاة والسلام لغاية سن خمسة وعشرين الرسول اعزب عزوبي ولا لا من ولادته الى خمسة وعشرين سنة اعزب صلى الله عليه وسلم من سن خمسة وعشرين الى سن خمسين تزوج حرمة واحدة بس وهي خديجة ما تزوج علي احد وين الشهوة والكلام الفاضي هذا والخطأ والمغلوط والاتهامات الباطلة من خمسة وعشرين عز الشباب الى خمسين ما تزوج الا خديجة وتزوج خديجة امنا رضي الله عنها اكبر منه سن اختلف العلماء هل تزوجها وعمرها اربعين او ثمانية وثلاثين اربعين سنة يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام اكبر منه تزوجها وعمره عليه الصلاة والسلام خمسة وعشرين وعمره اربعين سنة اكبر منه لا وتزوجت رضي الله عنها قبله بزوجين اثنين وهذا ايضا فيه فيه كما يقال تسلية لاخواتي المطلقات او الارامل ونقول للرجال تزوجوا اذا رأيت امرأة مطلقة وارملة ما الذي يمنع اذا كانت توفرت فيها شروط الزواج بل تزوجها رحمة بها ورحمة بابنائها والقيام حتى بالعكس نعرف زيجات كثيرة وانا ابشر اخواتي المطلقات والارامل نقول لهن نعرف ولا تيأسي والله اعرف عدد من البيوت قامت وسعدت والزوجة تكون هي مطلقة اصلا من رجال او رجالين وقد تكون ارملة فلا تثريب عليك ولا تخافي ولا تتوقعين الموضوع هذا فيه مشكلة بالعكس الموضوع سهل جدا هذا امر انقضاه الله ونفد وقدر الله ما شاء فعل والانسان يجدد حياته اذا فتح الله له باب بالحلال والسنة فليقبل بعد التريث والاختيار وحسن الاختيار اذا جاءكم من ترضون دينا وخلق كما قال النبي فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد عريض تزوج النبي خديجة وهي اكبر منه وعندها تزوجت زوجين قبله تزوجت الاول ثم مات ثم تزوجت الثاني ثم مات ورزقت من الاول بولد وبنت يعني عندها عيال بعد ومن الثاني ولد وبنت ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومن خمسين الى اثنين وخمسين جلس الرسول بدون زواج حزنا ووفاء لحبه لخديجة يا جماعة يا جماعة وين الشهوة ليتكلم عنها هؤلاء الذين عبثوا وتجنوا على رسولنا اذا كان من خمسين الى اثنين وخمسين ما تزوج حبا ووفاء لزوجته صلى الله وسلم وفي السنة الثانية من اثنين وخمسين الى ستين تزوج عدة نساء لاسباب شرعية وسياسية واجتماعية ودعوية وانسانية بعد سنة ستين الى ثلاثة وستين نزل عليه قول الله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك فما تزوج بعدها النبي عليه الصلاة والسلام لان كانت المرحلة الاخيرة ثم توفي بعدها صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم وين اللي يقولون هالكلام تدرون ان سودة بنت زمعة اول من تزوجها النبي بعد خديجة كم كان عمرها يلا خمنوا توقعوا كم توقعوا بين بعضكم اسألون انفسكم يعني الى خمسين سنة ما تزوج الا خديجة ماتت خديجة رضي الله عنها تزوج اثنين وخمسين اول زوجة تزوجها منه سودة صحيح انها عقد على عائشة قبلها لكن لم يدخل بها باتفاق الا بعد ما دخل على سودة بنت زمعة سودة رضي الله عنها كان عمرها لما تزوجها ثمانين سنة والذهب يقول ثلاثة وثمانين سنة ثلاثة وثمانين سنة يا جماعة عجوز رضي الله عنها امنا سودة تزوجها النبي بهذا السن لانها كانت رضي الله عنها وارضاها وسيأتي الان جاية من الهجرة ومات زوجها وخشي النبي يقول الناس وقال لها كفار قريش الرسول محمد هجر اصحابه وموت ارجالها الحريم ورجعهم ارامل فالرسول يريد ان يسكت هؤلاء ولاحظ الرسول ما قال تعالي افلام من الصحابة تزوجها انما هو الذي بادر عليه الصلاة والسلام كل زوجة من زوجاته تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة ثم انشغل النبي ايضا بالحروب والقتال وتأسيس المدينة الرسول الفاضي الان الواحد منه اذا عندها دوام في الصباح وعندها موعد موعدين في اليوم الواحد ما يقدر يحك راسه ولا يقدر يشتري لا طماط ولا خضرة ولا خبز لبيته فما بالك برجل يقود امة ويؤسس دولة ويقاتل مشركين ويصد وثنيين ويحارب منافقين ويكشفهم ويحارب كذلك يهود عليه الصلاة والسلام يحقل هذا الكلام هذا كلام مغلود ولذلك نحن نفخر بديننا ونفخر بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تأتي سودة رضي الله عنها اه بنت زمعة ويتزوجها النبي انها اول ارمل في الاسلام زوجها مات في هجرة الحبشة واهلها في مكة كفار يتركها لمن الرسول حرمة كبيرة قال بعضها للعلم من حكم زواج النبي من سودة ان تربي ايضا ابناءه ابناء خديجة خديجة ماتت خديجة رضي عنها ماتت وخلفت ابناء بعدها والرسول عليه صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة عاقلة كبيرة حتى تقوم ايضا بتربية هؤلاء الابناء حتى تقوم بتربية من كانوا في البيت من ابناء النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم وتزوجها الرسول بل وكرمها من الزواج منه صلى الله عليه وسلم واسكت المنافقين والمشركين الذين بدأوا يقولون الكلام الذي ليس بحق كما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعدها بعد سنة ونصف على عائشة رضي الله عنها وارضاها كم بكر تزوج الرسول ما تزوج الا بكر وين الشهوة يا جماعة لم يتزوج بكرا الا عائشة رضي الله عنها وارضاها وتزوجها صغيرة رضي الله عنها الرسول تزوج بطريقتين تزوج النبي الرسول وتزوج الانسان الرجل الانسان الرجل العادي تزوج قبل البعثة خديجة وتزوج النبي الرسول صلى الله وسلم لدواعي النبوة بل حتى خديجة كانت تهيئة من الله سبحانه وتعالى لدواعي هذه النبوة ولذلك النبي صلى الله وسلم اعده الله تبارك وتعالى مثل ما ذكرنا كيف تزوج خديجة وكيف كانت خديجة تحوطه وتدافع عنه وتحامي عنه ليش اليوم عندنا مشاكل نظن ان المرأة اذا كانت اكبر او الولد اذا كان اكبر يا جماعة زوجوا بناتكم ولا تنتظرون هالبنت كبيرة وهالبنت صغيرة شوفوا قصة شعيب مع موسى في القرآن الكريم لما قالت يا ابا استأجره ان خيرا من استأجرت القوي الامين لما جاء موسى الى شعيب ترى شعيب ليس النبي الذي ذكر في في سورة القصص لما جاء الى شعيب فقص عليه القصص وش قال له شعيب اني اريد ان انكيحك ايش احدى ابنتي هاتين ما قال ابان كحك الكبيرة ولا الصغيرة احدى ابنتي اكيد فيهم واحدة كبيرة وفيها واحدة صغيرة يا جماعة اتركوا عنكم العادات التي حرمت كثير من بناتنا واخواتنا واسمحوا لي بهذه اللفظة واصبحنا العوانس اصبحنا كثر في بيوتنا وكثر النساء والبنات في البيوت بحجج واعراف لم ينزل الله سبحانه تعالى بها من سلطان اذا جاء من يرضى دينه ويرضى خلوقه يزوج ثم بسأل سؤال هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي عدت ولا كل الانبياء عددوا عدد من الانبياء عددوا عدد يعقوب عليه السلام عدد ولا ما عدد عدد بدليل ان يوسف عليه السلام من ام ثانية كذلك ابراهيم عليه السلام ما كانت عنده سارة وهاجر عدد سليمان وداود ذكر ان سليمان وداود عنده معشرات النساء طيب ليش التثريب على النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء كلهم يتزوجون لحكمة ارادها الله لدواعي النبوة ولخدمة هذا الدين وهذا فيه رد على من يقول لماذا الرسول يتزوج اكثر من اربع صلى الله عليه وسلم يا جماعة الرسول يؤسس لدعوة كم عمر ديننا الى اليوم كم عمره الف واربعمائة وستة وثلاثين سنة بالله عليكم لو ان النبي لم يتزوج باكثر من واحدة ولم يتزوج حتى صغيرات منهن عائشة رضي الله عنها كيف سينقل لنا الدين نحتاج جيل عائشة صغيرة رضي الله عنها تزوجها النبي حتى تكون شابة فتاة تستوعب تستوعب المعلومات تحفظ صغيرة بخلاف خديجة رضي الله عنها ولذلك هي لم تشغل بولد ترى عائشة ما انجبت للنبي اولاد كان الله يقول تعالى انت صغيرة نريد ان نفرغك نفرغك فقط تحفظين السنة ولا نريد نشغلك لا في عيال ولا في تربية هيئت لهذا الامر وكانت بل كانت تسأل النبي هي عندها جرأة رضي الله عنها لانهن اصغر لانها اصغر نساء النبي وكذلك احب نساء النبي بعد خديجة رضي الله عنها يعني ممن كنا في حياة الرسول مع بعضهن كانت احب نساء النبي ولذلك الرسول لما سئل من احب الناس وقلت لكم في قصة عمر بن عاص اليك يا رسول الله قال عائشة قال عمر قلت لي يا رسول اقصدني الرجال قال ابوها من حب الرسول لها جعل الضمير لها قال ابوها ما قال ابو بكر رضي الله عنهم جميعا قال ابوها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بكرا صغيرة لا تنجب حتى تروي الحديث هي كم عاشت متى ماتت قنة وعائشة سنة اثنين وخمسين صح طيب الرسول مات سنة كم تذكروا سنة عاشرة صح كم بين الرسول بين وفاته وبين وفات عائشة اثنين واربعين سنة اثنين واربعين سنة عاشت عائشة رضي الله عنها بعد النبي ماتت وعمر مات النبي وعمر ثمانتعشر سنة رضي الله عنها وارضاها وبقيت الى ان توفيت سنة اثنين وخمسين سنة اثنين واربعين سنة عاشت بعد النبي تنشر العلم حتى قالوا اعلم الناس بالفرائض في وقتها بالفرائض والنوافل عايشة امنا رضي الله عنها وارضاها ولذلك عاشت يا جماعة تدرون انتم عدد الاحاديث التي رواها زوجات النبي كم كم توقعون يعني زوجات الرسول كم رووا من حديث خديجة وعايشة وحفصة وكم رووا اكثر من ثلاثة الاف حديث شفتوا ليش الرسول عدد الزوجات حتى ينقل هذا الدين تنقل دقائق الامور من بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى الامة اليوم حنا في هالستوديو وانتم في بيوتكم ايا كانت بلدكم حنا اليوم عام الف واربعمائة وستة وثلاثين سنة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وجالسين نروي الاحاديث الصحيحة بالتواتر ونروي دقائق الامور دقائق امور شعر النبي في صدره وفي راسه وفي لحيته عدوه الصحابة وعرفوا كم عدد شعر النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم ولا يجينا شخص يقول ليش الرسول تزوج عايشة صغيرة نقول يا اخي البنات بنات العرب قديما والعرف كانت البنت تبلغ مبكرة في في سيبيريا صحراء سيبيريا صحراء جليدية الى اليوم موجودة والجليد فيها لا يزال الى اليوم يزوجون نساهم الى هذه اللحظة حتى والله في امريكا في واشنطن يزوج بعض البنات في بعض المناطق في الولايات في امريكا واعمارهما بين الستة عشر سبع عشر سنة هذا في المناخ والبيئة الجليدية طيب كيف البيئة الصحراوية يا جماعة لا يثرب عليكم احد لا يشوش علينا احد نعم نحن نقول اذا فيه توافق بين الاعمار وفيه اتزان بين العقل المرأة وعقل الرجل عائشة رضي عنها رغم صغر سنها الا ان عقلها كبير والنبي عليه الصلاة والسلام بقامته الكبيرة يعرف كيف يحتوي نساء صغرت ام كبرت ايا كان مستواها في السن والعمر رضي الله عنهن جميعا والف صلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم طيب من اسباب زواج النبي الكثير ليش من يعطينا انتم الانت اسألوا انفسكم بينكم بين بعضكم تماسكوا الامة ركزوا على المعلومة منهم الاربعة اللي قامت على ايديهم الدنيا والدين بعد الرسول ثلاثين سنة منهم ابو بكر عمر عثمان علي صح هذولهم الاربعة رضي الله عنهم جميعا هذولهم الاربعة اقرب الناس التصاقا ونسبا برسول الله تزوج الرسول بنت ثنتين وزوج اثنين منهم بناته زوج النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان وعلي ولا لا شوفوا يا جماعة رظيمهم صدفة هذا ترتيب الهي عثمان تزوج من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ثم توفيت ثم تزوج من ام كل ثوم ويسمى ذي النورين ليش لان اخذ النورين اللمبتين الاضاءتين ام كل ثوم رقية وزوج النبي علي سيدة نساء اهل الجنة فاطمة رضي الله عنها بنته وتزوج النبي من بنت ابو بكر عائشة رضي الله عنها وعن ابيها وتزوج بنت عمر حفصة رضي الله عنها يا جماعة ديننا هذا دين افخروا ارفعوا روسكم ارفع راسك وان تسمع دينك وتسمع هذا التركيب وهذا التأهيل الالهي من الله سبحانه وتعالى ترتيب الهي حتى يكون فيه اتصاق بجميع احوال النبي اللي ما يشوف ابو بكر تعلمه عائشة لانه ابوها واللي ما يشوف عمر تعلمه حفصة والعقل صحيح وقس على ذلك بين علي وبين فاطمة وبين عثمان رضي الله عنهم جميعا ورقية وام كل ثوم رضي الله عن جميع صحابة النبي وآل بيتي وامهات المؤمنين وايضا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لسبب مهم رحمة يا جماعة رحمة بالارامل رحمة بزوجات الشهداء انا بالمناسبة اشكر الدولة والقائمين على ابناء الشهداء الذين يموتون من رجال الامن رحمهم الله تعالى وتقبلهم العناية بهم والرأف بهم والقيام على ابنائهم وتدريسهم والقيام بكل شؤونهم ونحثهم ايضا بالمزيد والعطاء الكثير وكذلك نشكر اشكرك ايها المبارك اللي عندك عيال اخوكم ربيهم ايتام وترعاهم والله العظيم امس والله امس القريب يحدثني شخص من بلد شقيقة يقول انا تزوجت توفيت زوجتي وتزوجت زوجة ثانية اشترطت عليها ان ترعى ابنائي عندها اربعة ابناء ولده ابنت كبار وولدين اثنين ايضا لكنهم توأم يقول ففوجئت ان هذه المرأة لم ترعى هؤلاء اليتام التوأم هؤلاء اعمارهم اقل من ثلاث سنوات او سنتين نحو هذا ان كان يذكر الان ومع ذلك يقول لا اجد الرحمة من تلك الام بهؤلاء الابناء يا جماعة ارحموا اليتام ارحموا الارامل ايها الاباء ايها الاخوان ارحموا ان كان عندك اختك في بيتك توفي زوجها وقمت على اعالتها والقيام بشؤونها انت انت محظوظ ادخل لك باب من ابواب الجنان على هؤلاء اليتام وتلك الارملة واناش ايضا رجال اذا وجدت ارملة تتوافر فيها الشروط التي ذكر النبي اقبلوا وتزوجوا ليس عيبا ان يتزوج الرجل النبي عليه الصلاة والسلام تزوج رحمة بهؤلاء النساء اغلب نساء النبي ارملة ومطلقة ومتوفي عنها زوجها وعندها ايتام سودة بنت زمعة عندها ابناء وايتام ومع ذلك عجوز وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بها ورغبة في ان يكفلها صلى الله عليه وآله وسلم الرسول يتزوج ايضا يتزوج امرأة ابوها كان من اعداء اعداء ابو سفيان تزوج النبي ام حبيبة بنت بسفيان وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت هي في الحبشة هي سيدة من سادات القوم تخيلوا لو انها تزوجها ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لم يتزوجها احد من سادات قريش كيف سيكون موقف ابو سفيان من الرسول ومن المسلمين لكن الرسول لا يريد ان يغزو ابا سفيان في قعر داره فقال يتزوجها النبي لقيمتها ومكانتها عشان ابو سفيان يقنع حتى ابو سفيان لما علم قبل اسلامه ان بنته ام حبيبة تزوجها النبي وش قال قال فحل كما قال لا يجدع له انف هذه كلمة كانت تقول العرب مدح يقول هذا رجل وزواجه منها هو يستحقها ويتستحقه لان لا يمكن ترجع للكفار فبالتالي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلنا توريث الدين اثنين تماسك الامة وذكرنا الخلفاء الراشدين ثلاثة الرحمة بالارامل والنساء ايضا النبي عليه الصلاة السلام لما تأتي عجوز يتزوجها وهي فقيرة وعندها ابناء يقوم عليها ويعدل من اجلها ويدفع المال عليها ويرعى شؤونها من يفعل ذلك الا نبي وهو رسولكم محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم ايضا من اسباب الزواج للنبي حتى تكتمل الشريعة يعني في احكام لا يمكن ان يأتي الحكم هذا الا بموقف يحصل فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج مثلا لما تزوج زينب رضي الله عنها وارضاها بنت جحش حتى يأتينا ويكتمل ذلك الحكم لابطال التبني وتزوج النبي زينب بنت جحش وابطل التبني بمجرد الزواج هذا حكم لان الرسول تزوج زينب بنت جحش التي كانت هي زوجة زيت رضي الله عنهم جميعا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهي وبعد ذلك ألغي التبني فكان زيد بن حارثة رضي الله عنه ولم يسمى بزيد بن محمد ولما طلق زوجته زينب تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم بل تزوج الرسول بنت عدو عدو للعرب حتى وهي بنت صفية بنت حيي بن اخطب يهودي يا جماعة لكن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤلف قلب ابوها ويؤلف قلب قبيلتها ويؤلف قلب كل من كان معها ويتزوجها النبي طيب ابوها يهودي ما انها شغل ولا تزر وازره وزره اخرى هي اسلمت نحتضنها ونضعها فوق رؤوسنا ولذلك حنا اليوم نشوف لما يسلم سائق ولا عامل من الجاليات في المساجد نلقنه الشهادة ثم نبارك له بالاسلام ونحتضن نقول ما انا علاقة باهلك ولا ديرتك ولا بلدك ولا ديانتك انت اخونا لك ما علينا لك ما لنا وعليك ما علينا قبلتك قبلتنا وذبيحتك ذبيحتنا ونحبك ونواليك ونبغض كذلك من يعاديك وهذا من هجال السنة والجماعة يا جماعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزواج النبي الرسول مثلا ملك اليمين مارية القبطية اذا اخذنا باعتبارها ليست زوجة هي اهديت له اهديت له من مصر والرسول دخل بها دخل بها النبي يبغى يؤلف اهل مصر والى اليوم اهل مصر اذا سمعوا مارية القبطية قالوا حنى اصهار النبي ويحق لهم ذلك يفخروا بذلك النسب الى اليوم الى اليوم والناس اهل مصر وفق الله اخواننا في مصر وحقنا الله دماءهم وجمع كلمة مسائر بلاد المسلمين يفرحون بهذا النسب وهذا القرب هي ام ابراهيم رضي الله عنهم جميعا ومع ذلك الرسول عليه الصلاة يقول اذا دخلتم الى مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا فانهم خير اجناد الارض يوم اذ خير اجناد الارض الرسول يوصي باهل مصر خيرا ولذلك والله نألم اذا رأينا اي اي قطرة دم في مصر تسيل من غير وجه حق او في اليمن او في العراق او في فلسطين او في سوريا وندعو اخواننا من هذا المكان وعن طريق سنة رسولنا اجمعوا كلمتكم واحدوا صفكم احقنوا دماءكم لا تفتحوا بابا لعدوكم وكونوا سدا ذريعا في وجه كل دخيل كل من يريد زعزعة الامن ويريد زعزعة الاصول عندنا نحن امة امة قوية اذا تمسكنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالف النبي بين اهل مصر في ذلك الوقت وبين المدينة والجزيرة كلها ثم يتزوج النبي مثلا مثل جويرية بنت الحارث يتزوجها النبي ليه اصل جويرية والشيء اسرت في معركة كل القبيلة اسرت في معركة بين المصطلق تخيلوا مأسورين وتحت الاسر اذا بقوا في الاسر سيبقون كفار ما راح يسلمون فقام النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام تزوجها اخذها النبي عليه الصلاة والسلام تسراها ثم اعتقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس لما شافوا الرسول تزوجها قالوا كيف الرسول اصبح اصهارة عندنا مأسورين فاطلقوهم فرأت القبيلة قبيلة بين المصطلق كلها فعل النبي وفعل الصحابة فاسلمت كل القبيلة فكانت ابرك امرأة على قومها اسلموا لانهم رأوا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج المبارك الذي تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم اذا الرسول رسولكم يا جماعة تزوج 11 امرأة عليه الصلاة والسلام لدواعي نبوية وحكم الهية ارادها الله سبحانه وتعالى النبي اما دعوية واما سياسية واما انسانية واما اجتماعية كلها بامر الله خديجة رضي الله عنها اعطيكم لمحات لان خديجة كانت خلنا نقول في العهد المكي يعني في الفترة التي كان النبي في مكة قبل هجرته كان متزوجا بها واسمعوا عن خديجة خذوا مثل واحد من اين ابدأ والحديث غرام فالشعر يقصر والكلام كلام من اين ابدأ في مديح محمد للشعر ينصفه ولا الاقلام والله لو تحط بداية عشر قنوات وجميع القنوات تبث ويأتي عشرات المشايخ وطلبة العلم والمختصون في السيرة ويتكلمون عنه لن نوفي محمدا حقه اول زوجة منه خديجة رضي الله عنها امنا امنا يا رب اجمعنا بامي وحبيبتنا خديجة رضي الله عنها خديجة بنت خويلد بنت اسد ابن عبد العزة ابن قصي تلتقي مع الرسول عن طريق ابيه في الجد الخامس وتلتقي به عن طريق الام في الجد السابع لؤي فهي اقرب زوجة للرسول من قريش قرشية رضي الله عنها وارضاها من حب النبي لها طبعا اسم امها فاطمة من حب النبي لها سمى اسم بنته بل اغلى بناته على ام زوجته ها وش رايك تسمي على ام زوجتك ولا احنا تناظر فيها تقول فرقاك انت امك مصيبة حنا نطاق لجينا نسمي هذا يسمي على ام زوجته يا جماعة حماته ام زوجته وانا انصح امهات للزوجات يكوننا رفيقات بازواج الابناء لتكن الام ام الزوجة وام الزوج كنوا ابواب خير مفاتيح انتبهوا لا تكونين بابا لا قدر الله لزعزعة البيت بعض البيوت فيه اتفاق بين الازواج بس الام احيانا احيانا اقول ولا اصرف الام الرحمة والتقريب لكن فيه من الاسف الشديد من تفرق ولا تقرب الرسول يسمي بنته فاطمة على فاطمة ام خديجة على جدتها وترى يوم يسمي عليها هي ميتة لكن اجلالا لخديجة رضي الله عنها ووفاء منه استمرها الوفاء وجازاها الله بالوفاء تكريما له فاصبحت فاطمة سيدة نساء العالمين وانجبت سيدا شباب اهل الجنة يا جماعة الوفاء الوفاء بين الزوج زوجته ومحبة حتى اهلها او محبة يا اهله هذا دين من الدين ومن الوفاء اقول حتى للمعددين الذين يعددون اقول اسمع عدد هذا حقك في كتاب الله ولا حد يمنعك من التعدد لكن التعدد ضبط بشروط من تزوج بامرأتين ركز ولا تقعد تلفت اتكال واحد يحم عدد وما لليحداهن اميل الميول الظاهر اما الباطن هذا امره الى الله قال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هذا في القلب فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة لكن اليميل ميلان ظاهر قال النبي من تزوج بامرأتين وما لليحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل الموضوع خطير ولذلك الانسان اذا تزوج يعرف ان فيه ميثاق الله يقول واخذنا منهم ميثاقا غليظة يوم رح تطق الباب مساك الله بالخيرة بتزوج بنتك قبلت قبلت زوجتك زوجتك على كتاب الله على كتاب الله على كتاب الله على سنة الرسول وحطيت يدك في يد عمك هذا الميثاق الغليظ الدعوة الرميم سوالف والله سيسألك عن هذا الميثاق يوم القيامة فعليك ان تعرف قيمة هذا الميثاق اصطفاء الله جل وعلا زوجات النبي اصطفاء الاصطفاء نعمة يا جماعة والله اني ادعو اليوم وانا جايكم في الطريق اقول اللهم اني يسألك ان تستعملنا ولا تستبدلنا ادعو بهذا الدعاء قل اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ترن الله يصطفيك يا جماعة عدد اهل الارض تدرون كم ستة مليار منهم مليار ونصف مسلمين انا وياك منهم احمد ربك احمد ربك انك انت من ربع الارض ترى غيرك كفار ثم اصطفاء من هذا المليار ونصف في هذا الوقت اصطفاء منهم ناس يحبون الدين ترى في ناس يصلون انا متأكد في حليم الان على سجاداتهم وفي ناس اليوم صايمين جزاهم الله خير هذا اصطفاء في ناس سخرها الله ان يعلم يبلغ القرآن يبلغ الرسالة هذا اصطفاء احمد الله ان تكوني مش على الهداية ونور وهدى وتقوى ودلالة الى الخير والدين احمد الله علىها النعمة الله اصطفاء شوفوا انا دائما اتفكر في قوله هو اجتباكم يعني اصطفاءكم واكثر اية تؤثر فيني قول الله لموسى وانا اخترتك وقفوا معها وانا اخترتك ما ودك ان الله يقول لك انت او يقول لك انت وانا اخترتك اخترتك يا مهى ويا سارة ويا محمد ويا خالد ويا احمد ويا عبدالله ويا يا علي ويا مسعود يا كل اخترتك يا فلان وانا اخترتك ابغاك تبلغ ديني انا اخترتك ابغاك تعلم الناس القرآن انا اخترتك ابغاك تتصدق على الضعفاء انا اخترتك يا رب اخترنا استعملنا ولا تستبدلنا يا رحمة الراحمين ان الله اصطفى ادم ونوحا واهل ابراهيم واهل عمران على العالمين كل هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ولذلك اصطفى ايضا من 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 تلك الثلة المباركة بعد الانبياء اصطفى الصحابة واصطفى منهم زوجات النبي وآل بيته الطاهرين وبالمناسبة ترى زوجات النبي يدخلون في آل بيت الرسول الذين قال الله عنهم انما يريد الله ان يذهب عنكم ان يذهب عنكم الرجسة اهل البيت ويطهركم تطهيرا زوجات الرسول يدخلون فيه اذا ما دخلت عائشة وحفصة وزينب وميمونة من يدخل اذا في هذا القول مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقول الله يقول لزوجات النبي لستنا ايش كاحد من النساء يجمع هؤلاء امهاتنا والله العظيم ان قلوبنا تتقطع على امهاتنا الكريمات العظيمات الجميلات المباركات الفضليات رضي الله عنهن وارضاهن رضاء تاما اذا تحدثت عن خديجة يا جماعة تتحدث عن الشرف عن المكانة عن الرفعة تتحدث كانت تسمى خديجة قبل الاسلام واش تسمى من يعرف كانت تسمى الطاهرة يا سلام الطاهرة والرسول كان يسمى ايش يسمى الصادق الامين تخيلتوا الطاهرة مع الصادق الامين اش راح يكون البيت راح ينجح البيت باذن الله المشكلة اليوم عندنا مع الاسف الشديد حنا نتصور ان الطهر جزئي الطهر كمال البنت اللي يتكلم بالتلفون وتعاكس وتظن الموضوع ان صوتها عادي انها تتكلم مع رجل غريب وتقول احبك ويحبني ومعاكسات وما الى ذلك بالله هذا هذا طهر الشاب اللي يسمح النفس ان يخترق بيوت المسلمين ويدخل على عوراتهم في البيوت عبر هذه الوسائل اتصالات والتواصل في معاكسات ومغازلات وغير ذلك هل هذا طهر يا بناتي يا بناتي انا اعرف ان الطاهرات والعفيفات والشريفات والحمد لله لا يعد ولا يحصى عددهن واسأ الله ان يجيد كثرتهن لكن فيه للاسف فيه نبتة نبتة خرجت وذلك باسباب ظروف كثيرة ومقومات كثيرة لكن دوري اليوم اقول سميت امكم الطاهرة الطاهرة رضي الله عنها وتزوجت من ترى خديجة ما كانت تفكر في مسألة وش يلبس عيونه خضر ولا شقر ولا حمر والله دم خفيف طويل نحيف عضلات ولا البنت كذا لا من حقك ان تبحث عن الجمال النسبي اذا وجد مع الدين يا سلام لكن ليس هو الاصل ولذلك خديجة رضي عنها كانت وش تقول قالت والله لا يخزيك الله ابدا ما قالت انك حلو ولا طويل ولا قصير انك تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق وجلزت تذكر صفات في صدقه وفي امانته وفي مرؤته وفي شهامته وفي رجولته عليه الصلاة والسلام فلذلك هي كانت تبحث عن الصفات ولا تبحث عن الذوات وهذا الفرق بيننا وبين بناتنا اليوم او الفرق بين الاوائل واليوم اذا بغت تتزوج البنت ابحثي على شخص عندها رسالة كان يقول لها ورقها بالنوفة ليحدث هذا ولد خالتها يقول لها بيطلع نبي من اخر هذا اخر الامة وهذا النبي صكله كذا وصفاته كذا هي تقول كنت اشعر بان هذا النبي سيكون منه ولما جاه واحد من احبار اليهود وقال يا نساء قريش كانوا جالسين عند الكعبة ان نبي هذه الامة حان خروجه من استطاعت شوفوا من استطاعت ان تتزوجه فلتفعل فاخذ الحريم الحصى وبدوا يرمون الرجال الا خديجة تقول كنت اشعر بانه سيكون النبي من نصيبي انا لانها رأت رؤية ان الشمس او القمر يدخل في بيتها فاولها ورقة ابن نوفل ان ذلك هو نبي اخر الزمان وانه سيكون زوجا لها وكانت متفائلة ولذلك كانت تبحث عن هذه الصفات رضي الله عنها وارضاها ولذلك النبي احبها ناصرت يجمعه لما دخلت في الاسلام كانت اول من دخل في الاسلام كانت هي والرسول فقط ثم ابو بكر الثالث ثم علي فكانت نصف الاسلام واحتضنت النبي في النهار تدعو الناس الى الاسلام وفي الليل تحوط النبي تشتري العبيد وتجعلهم يحرصون النبي حتى لا يقتل ولا يصاب وتجمع الناس في حراسته وكانت تدفع المال وتراها تربي في البيت معها عيال تربي عندها اربعة ثلاثة تزوجوا وبقي واحد هند من ابنائها من من زوجها الذي مات ثم جاءت بفاطمة وبرقية بام كلثوم وبعبد الله والطيب والقاسم ابناء النبي عليه الصلاة السلام وكان علي في البيت تربيه وكان الزبير في البيت تربيه وكان زيد بن حارثة في البيت تربيه وطلعت اجيال علي بن ابي طالب من هو وفاطمة سيدة نساء العالمين وكانت صابرة يا جماعة يوم حوصل النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب وتذكرها الكلام منعت مثل الناس ولم تأكل تشرب حتى مريضت وكان عمره اثنين وستين سنة رضي الله عنها وارضاها بنتها رضي الله عنها ام كلثوم اه او زينب حينما هاجرت مع مع المهاجي للحبشة وايضا طلقنا بناتها الثنتين طلقت ام كلثوم رقية طلقنا ولم يدخل عليها ولم يدخل عليهم الازواج بنات عيال ابو لهب لما كان قال لي ابنائه طلقوهن يريد ان كما يقال بالعامية اقهر النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك صابرة 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 وكانت تدعو الى كل خير رضي الله عنها وارضاها هذه امكم خديجة ولذلك لما ماتت تألم النبي وحزن وبكى بكاء شديدا قال من يأتي بدلها من يكون غيرها من يسد مكانها هذا هو الوفاء وكان يبكي ويبقي النبي عامين ما تزوج بعدها عليه الصلاة والسلام حبا لها صلى الله عليه وسلم وكان اذا سمع صوت هالة بنت خويلة تطرق الباب تطق الباب تمشي قال اللهم اجعلها هالة اللهم اجعلها هالة تذكرها بخديجة وعايسة تشوف المنظر وتسمع الكلام وكانت تغار زوجها رضي الله عنهن جميعا ثم اذا طرقت الباب قال ذكرتنا الغالية ولما اسر ابنه زوج زوج بنته زوج زينب رضي الله عنها في بدر وقال المسلمون يفدي من اسر يعطينا الفدية فارسلت زينب لفت حاجة وارسلتها للنبي عليه الصلاة والسلام هي كانت في مكة وزوجها مأسور في المدينة فلما جاءت صرة عند النبي فتحها الرسول توقع واش لقى فيها يوم فتحها شاف عقد فبكى عقد خديجة فضم قال انه عقد خديجة عقد الغالية فدمعت عيناه يبكي على عقد حرمته يا جماعة ماتت وما مات الوفاء استمر هذا الحب والوفاء بعد الموت فجلس يبكي وقال للصحابة اتأذنون ان تطلقوا سراحة وان تردوا هذا العقد فقالوا لك يا رسول الله الذي تريد نفعل فاعطاه زوجها وقال اذهب الى زينب وقل لها حافظي على هذا العقد فانه غالي او ثمين كغلاء صاحبته يا جماعة وين هذا الحب الموجود هذا الحب الشريف هذا الحب الحقيقي هذه هي قصة الحب الحقيقية التي استمرت سنوات استمرت عشر سنوات خمسة عشر سنة قبل البعثة وعشر سنوات بعد البعثة خمسة وعشرين سنة حب حقيقي قصة حب حقيقية لا يمكن ان تراها الا في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة ولا يمكن ترى سعادة زوجية الا مع النبي ومع زوجاته روميا وجوليد او جوليد القصة الوهمية التي اخذ الناس او قيس وليلة يا جماعة ترى ذي خرافات وبعدين لو كانت حقيقة ترى ما نالوا شي ترى قيس ما تزوج ليلة ماتوا ولو تخيلنا كيف لو تزوجها كيف راح يكون سيكون الخراب والدمار ما يبنى على باطل فهو باطل وما يبنى على حق فهو حق الحب الحقيقي ان يكون في علاقة صلة خديجة رضي الله عنها كانت صلتها برسول الله من يوم الغار بل قبل ذلك ويوم الغار كانت تروح له كبير انا دخلت غار حراء والله ما قدر تدخل ما قدر تطلع الجبل كنت اقول كيف كانت امنا رضي الله عنها تستطيع تدخل هذا المكان الضيق في الليل وتأخذ الطعام معها وتنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام وتعينه وتثبت وتقف معه وين هالحياة الزوجية ليش الرسول لما جاء جبريل وضمه وخاف عليه الصلاة والسلام اول من راح يسأل او راح يبث همومه من راح له كان عمه موجود ابو طالب وكان صديقه وصاحبه وحبيبه ابو بكر صديق موجود رضي الله عنه ليش ما راح للزوجته لان في علاقة اسألك بالله واسألك انت زوجك اذا ضاق صدره من يروح له يجي عندك اذا كان يجي عندك يا سلام اهنيك لكنها اذا يمكن يروح يشتكي لصاحبه مادي ايا صاحبه او صاحبه بعد ولذلك مشكلة اذا فتحتي باب وبعدها ان قلتي والله ما يعطيني وجه او العكس يجب ان تحتضن الزوجة الحياة الزوجية الحقيقية هي ان نقوم على مقام اراده الله واراده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحب هذه المرأة المباركة ربت للنبي طلعت من هذا البيت طلعت زيد بن حارثة رضي الله عنه اول شهيد في الاسلام في مؤتة خرجت الزبير ابن عوام لان كان ابن اختها وهذا حواري النبي عليه صلى الله عليه وسلم واول من حمل سيف في الاسلام وطلعت لنا ام كل ذوم وروقية وغير ذلك المرأة الصادقة كانت تشتغل في التجارة وكانت تدفع المال تحمي النبي تدافع عنه يا جماعة هذه هي بيوتنا هذا هو بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا هو الحب هذا هو الجمال وهذا هو الكمال تقول واخدي عائشة واختم بهذه القصة تقول رأيت امرأة يوم فتح مكة الرسول واقف عرفت يوم مكة فيها اللي يقول يا رسول سامحني اللي يقول استغفر لي اللي يقول له اشهد وان لا اله الا الله وانك رسول الله يوم عظيم يوم مكة يوم فتح مكة والرسول واقف عند باب الكعبة والرسول شوي سكت الناس قال ونزل وقطع صفوف ومشى ناظرون الناس وش عند الرسول فاذا بالرسول يشوف عجوز جاية تمشي معها عصى فخلع الرداء حقه وحطه في الارض وجلس وجلست وجلس الرسول يكلم وتكلم ثم يبكي وتبكي ويبتسم وتبتسم يوم انتهى الموضوع راعت عائشة الى الخيمة قالت يا رسول من تلك المرأة التي الهدك عن هذا اليوم العظيم قال هذه الحولاء من الحولاء قال صديقة خديجة ذكرتني الغالية قالت وماذا كنت تقول له وش كانت تقول لك قال كنا نتذكر الايام الخوالي مع خديجة رضي الله عنها اي حب يا جماعة اي وفاء الله الله سنتحدث ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم مواقف وفلاشات شريعة عن كل زوجات النبي الباقيات نبدأ ان شاء الله تعالى من سودة بنت زمعة وننتهي بمارية على الرغم انها ليست زوجة لكنها ملك يامين لكن دخل بها النبي ورزق منها النبي بولد الله الله بثوا هذا الجمال وهذا الحب الشريف العفيف في بيوت المسلمين وذكركم بمسابقة هذا الدرس المبارك محمد رسول الله في السيرة النبوية الكريمة والسحب على سيارة تبرعت بها شركة الجميع مشكورة وادعو الحقيقة للشيخ محمد ابن عبد العزل الجميع والشيخ حمد كذلك الجميع وابناؤهم وذرياتهم واعوانهم ومن معهم الحقيقة في هذه الشركة المباركين اشكرهم على هذا العطاء وهذه المبادرة وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم اسأل الله ان يسعد بيوتكم جميعا قولوا امين اللهم انزل السعادة الان على كل بيوت المسلمين واصلح ما بين الازواج واسترهم واصلح ذرياتهم وبث في بيوتنا وبيوت المسلمين السعادة والهناء يا حي يا قيوم اللهم اجعل الابتسام هي دليلنا واجعل الحب هو ارضنا وسقفنا في سائر بيوتنا انك ولي ذلك والقادر عليه استوديعكم الله واذكركم بوقف اخوانكم في جمعية البر بالمزاحمية لهم حق كبير ترهم من الاجزاء والاخير تبنوا هذا الستوديو وضعوا هذا المكان المبارك قلتها في الحلقات الماضية لست الا وسيطا لله سبحانه وتعالى اريد لكم ولهم الاجر هذا والله اعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصف مولان الرسول يا حيرة ما ذاقو في وصف مولان الرسول فبوصفه يا رب اشدوم وبحبه ارجو القبول هو ربعة بين الرجال